طيب سعر الطن بتاع الحديد الحقيقة بيرتفع بشكل غريب جدا بيوصل لألف ومئة دولار أسعار الحديد تقفز مجددا والطن يتخطى ألف ومئة دولار ده موقع العربي الجديد الأزمة اللي عندنا في قصة الدولار أنا زي ما قلت لك في حلقة الأسبوع اللي فات الحقيقة إحنا قطاع قطاع بيقع مننا قطاع قطاع من قطاعات الدولة بينهار مرة الرز مرة السكر مرة السيارات مرة الحديد مرة الأعلاف طيب وبعدين طيب هو النظام ده بيحل إيه طيب هو النظام ده بيتحرك في إيه النواب البرلمان النهاردة بيقولوا لو الحكومة وفيه كده نبرة عالية شوية على الحكومة بلا كم يوم بصوا يا جماعة لو الحكومة مش هتقدر تحل أزمة الدولار اللي هي عامللنا أزمة الحديد وأزمة الأعلاف وأزمة كل حاجة فلازم الحكومة لتمشي تمام بس هو مين اللي ممشي الحكومة هل مصطفى مدبولي بيجرؤ أنه ياخد قرار دون علم أو إذن أو أمر عبد الفتاح السيسي بالتأكيد لا وبالتالي النواب البرلمان اللي بيرفعوا السقف أو يضد الحكومة فالقصة مش في الحكومة بس يا جماعة كلام عن الحكومة كويس لكن الكلام عن رئيس الدولة أيضا هيكون أهم يعني وأفضل طيب إيه الحكاية بتاعة الحديد تفاصيل كده في التقريب تاعة العرب الجديد وحاجات تانية يعني أنه سعر الحديد قفز إلى الطن 28 ألف جنيه طيب حد يقول يا عم ما ده طبيعي المش طبيعي أن ده الارتفاع الثالث خلال شهر واحد يعني خلال شهر 12 الجاري ده تالت مرة طن الحديد سعره يرتفع وصل أو ارتفع قد إيه في الشهر الحالي 3800 جنيه تقريبا ودي طبعا زيادة كبيرة جدا يعني طيب في معلومتين مهمين أوي لازم نتكلم فيهم في الخبر ده المعلومة الأولى أن الشركات بتخزن الحديد لأنها عارفة أن سعره هيزيد فمش عايزة تبيع بالخسارة ومفيش أصلا رقابة من الحكومة على حركة البيع وبالتالي ده عامل أزمة أن الأسعار بترتفع للناس من كم مرة الحديد عندها لا ويشيلوا شوية ده لسه هيعلى ده الدولار داخل على 40 جنيه إصبر بس ده احنا هنعمل مصلحة كويسة جدا يعني صدرات الحديد الحركة الصدرات تراجعت بنسبة 23% في العام الحالي ومن الأرقام أيضا المهمة أن الطاقة الإنتاجية 15 مليون طن لكن الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن فين الحكومة من قطاع الحديد ليه الأسعار بتزيد ومفيش رقابة ده سؤال مهم ليه التجار بيكمروا الحديد زي ما قلنا عشان ما يتبعش أو ما يعني السعر هيعلى فمش عايزين نخسر فكرة أن احنا كل أسبوع أو كل يوم بنعرض مع حضرتكم قطاع جديد من قطاعات الدولة سواء صناعي أو تجاري أو زراعي أو 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 وبنتكلم أن فيه مشاكل وأنه بيقع الحقيقة ده مش مبلغة ومش أن احنا مثلا متحملين على النظام إطلاقا بنتكلم على حقائق موجودة الصحافة المصرية نفسها بتتكلم عنها النواب البرلمان نفسهم بيتكلموا عنها أنا بقول لك نواب البرلمان دلوقتي بيطلبوا أن الحكومة تمشي فالقصة زي ما قلت مش بس في الحكومة القصة أكبر من الحكومة أعتقد أنها تتمثل في وجود عبدالفتاح السيسي وسياساته الاختصادية شكرا